الإنسان في العراق بلا حقوق هذا هو واقع الحال بعد مضي نحو 16 عاما على الكارثة تلك التي جرها الغزو الأمريكي للعراق ليبقي شعبه مسلوب الإرادة تحكمه سلطات فاسدة قامت على أساس المحاصصة الطائفية في ظل غياب معالم الدولة الحقيقية مركز جينيف الدولي العدالة أكد في تقرير له حول واقع الحقوق العامة في العراق أن البلاد تعيش ظروفا سيئة للغاية إذ يفتقر إلى الخدمات الأساسية ناهك عن فقدان حقه الأساس في الحياة التقرير أورد العديد من الإحصائيات التي تكشف الواقع المزري الذي مر به العراقيون خلال العام المنصر فالفساد أدى إلى ضياع المليارات واتفعت نسبة البطالة إلى مستويات قياسية بينما تفرض أكثر من مئة ميليشيا قيم الطائفية والعنف بالبلاد واستغياب لسلطة القانون جراء عدم استقلالية القضاء وفشله في تحقيق الحد الأدنى من العدالة مع وجود مئات الآلاف من المعتقلين في السجون وفي قدان شبه تام للمحاكمات النزيهة وتحت ذريعة محاربة الإرهاب تمرت مدن العراق الكبرى وهناك مدن أخرى يحرم سكانها من العودة إليها وعادة ما يتم قمع أولئك الذين يتظاهرون سلميا من أجل حقوقهم فضلا عن استمرار استهداف الصحفيين والناشطين ولكي تكتمل فصول المأساة يوجد اليوم قرابة خمسة ملايين طفل يتيم في العراق وتنتشر العشوائيات في ظل تخل الدولة عن القيام بواجباتها وبينما يشهد نظام التعليم تدهورا كبيرا يوشك النظام الصحي على الانهيار ويرى التقرير أن الوضع في العراق مع بداية عام 2019 هو أكثر من سيء ما جعل ملايين العراقين يائسين من حصول أي تغيير مع الديمقراطية المزيفة الناجم عن انتخابات اعترف الشركاء العملية السياسية أنفسهم بتزويرها بعد مقاطعة أكثر من ثمانين بالمئة من الشعب العراقي لها لينتج عنها سلطة فاسدة جعلت البلاد خرابا واسترتفاع مخيف معدلات الفقر وصل إلى أكثر من أربعين بالمئة وثراء فاحش للطبقة السياسية الحاكمة ترجمة نانسي قنقر